اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني لما الناس تحرص انها تعمل معا لفتة جميلة جدا ويشيد بزميله ويقول بركة فيكم وسيقاطنا موجودة فيما هو قادم الروح دي عمر الجندي عمر الجندي تناشى على المتربة في النادي القالي ايه ده ايه الجمال ده فانا يعني عايزوا مكمله يعتبروها نقطة انطلاق وعودة قوية باذن الله ان شاء الله يكمله ويكسبه سموحه ويفوزه بدور المرتبط للمرة التامنة ويعادل وقتها رقم الاتحاد السكندري الاعلى حصولا على دور المرتبط بتمن القاب طيب فيه خطار تألق المنتخب الوطني لكرة القدم وفوزه وتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم برز الحارس العملاق الشناوي القفاز الزهبي الحقيقة في الفترة اللي فاتت حارسنا العملاق محمد الشناوي استحق كل الاشادات سواء على الصعيد الدولي او مع النادي بيمر بفترة باشواندس فترة نطج عالية جدا وخليته حارس الناس تصنفه انه واحد من اهم الحراس اللي موجودين دلوقتي فيه افريقي هو على طول مصنف انه من اهم الحراس بتاعت افريقي انما هو الناس كانت بتستنالوا غلطة عشان يبتدوا ويركزوا عليها اه وانا بقول له غلطة الشاطر هي اللي بتتباروز غلطة شناوي بالف اه لكن انت انت مش في مجال تسبت نفسك ولا تقيم انت لعيم كبير جدا وراجل مسحصح وما فيش حد ما بيجنوش لحظة يحصلوا فيها ضرب فانت يعني باذن الله تظل على هذا التقلق وتحصد الجوائز والناس بتحترمك على مستوى العالم ونتمنى لك الخير باذن الله لكن الماتش اللي فات واحد من اهم الماتشات اللي لعبها لانه فيه اختبارات غريبة شوية صحية طيب الشناوي يا جماعة مع المنتخب في المباراة الاخيرة دي كانت المباراة رقم 51 له يعني شارك فيه 4389 دقيقة استقبل فيه 51 مباراة 31 هدف واحتفظ بشباك ونظيفة في 28 مباراة دولية يعني نسبة عالية اه اكتر من 55% المباراة الودية لعب 18 مباراة دولية منها يعني 1539 دقيقة استقبل 13 هدف واحتفظ بشباك ونظيفة في 9 مباراة ودية طبعا في كل المباراة سوى في تصفيات كأس افريقيا او تصفيات كأس العالم او نهايات كأس الامم او كأس العالم اللي شارك فيها كان باستمرار الشناوي حاضر وبقوة وارقامه بتأكد انه لا عندنا حارس يستحق فعلا هذا القفاز الزهبي الحياة كمان دوره في الملعب كقائد لسه منتظر منه كتير لانه دوره كقائد للفريق في الملعب وكابتن الآلي اعتقد الناس بتعول عليه كتير في الفترة اللي جاية ان شاء الله طيب الناس شافت تقلق الشناوي مع المنتخب الوطن ازاي نشوف رأي الكابتن حلم طولان اصبحنا يا كابتن مش عارفين مين بنفس الشناوي ما هو ما فيش للأسف ما فيش حد ما فيش ما فيش ودي مشكلة كبيرة يعني يمكن كان احمد سليمان كان مدرب المنتخب مع الكابتن حسن ومع شوقي وكده فهو صاحب الاقتراح بعدم استخدام حراس مرمى اجانب بقى لحظتك كان قرار مظبوط مظبوط طب انها تكتو ايه اللوتي تكتو ان فيه حراس ما كان شابه حراس خالص حراس مين قول لي اديلي ثلاث حراس في مصر كويسين الشناوي في حتة تانية الواحد ماشي المفروض صبح حارس جامد ما تقول ليش المفروض احمد الشناوي حارس جامد صبح حارس جامد او بسام حارس جامد ابو جبل حارس جامد ما اعتقدش يعني الاسماء دي كلها حراس مرمى جامد احنا عملنا كده كابتن في المهاجمين ما فيش مهاجم في مصر يعني برضو كله بقى جامد طب ما انا حول حضاك على حاجة فضلا الدور السعودي عامل ازاي مفتوح احتراف افتح انجلترا عامل ايه عامل ايه انجلترا طب احنا طب احنا ما تضد عليها بس عساس اه بس منتخابها كابتن دايما مش كويس ازاي لا دلوقتي منتخابها كويس جيب انجلترا منتخابها كويس ازاي بس حضراك احنا لو جبنا حراس اجانب هنجب منين ما انا حول لحضاك على حاجة ما انا حول لحضاك على حاجة يا تفتح الاحتراف كامل بشكل كامل زي كل الناس يا ما فيش احتراف طب حالك لو بتحط اسميني نفسه شناوين انا مش شايف حد اصلا منتهى الامان انا مش شايف حد نفسه منتهى الامان بجد يعني خالص يعني الشناوي اللي هو احضف منطقة واعتقد انه ما فيش حد نفسه هو يعني الكابتن حلمي بيقولك هو ما هو ملوش منافس لان مش لقين حد يقدر يكمل رغم ان في حراس مرمى بيطلعوا مباشرين جدا انا ازكر احمد الشناوي ما كان في المصري كان كل الناس بيقولك طالع حد الدين حارس وهو على فكر عنده موهبة جامدة لكن فيه اختبارات معينة كده ما كانش موفق فيها لاسباب بقى ما عرفش شخصية خبرة لكن موهبته ما كانش مجال خلاف وفيه حراس مرمى تانين بيتقلقوا بس على فترات اتقلقوا جامد جدا انا بشوف في الدوري حراس مرمى بيعمله حاجات هيلة جدا لكن السبات في المستوى والحاجات اللي عند الموعد الشناوي دايما موجود طب مين بعد الشناوي عجبك يعني هو سيف الراجل ما قلته ان الشناوي في حتة تانية خالص ماهنا ما هتعايز لحراس مرمى النادي الاهلي اه ما شاء الله اه لكن انا شايف الاربعة كلهم ان بسام اه بقاله كم سنة فيه سبات في المستوى واخذ بالك ورغم كده هو ملوش حضوظ مع المنتخب يعني صبحي كان بادي قوي جدا اه عوض على فترات ابو جبل ان احنا شفنا يديلك تسعة من عشرة بعدين خمسة من عشرة انت عايزي حارس المرمى بذات ما يستحملش التزبزب ده فانما هم فيهم موهبة اه فيهم موهبة طب ما بيكملوش ليه مشغولين بايه مش مركزين ليه يبقى الشناوي هو بتركيزه وانه بيشتغل على نفسه الاكثر سباتا وتعبيرا عن مكانته الدولية المحترمة طيب رأي الكابتن طرق سليمان في الشناوي مهم مش عشال الاتنين ولاد منطقة واحدة في كفر الشيخ لا لانه كمان طرق سليمان كان مدرب كبير لحراس المرمى لهدور في مرحلة من مراحل حياة محمد الشناوي الحقيقة سؤل عن رأيه فيه الفرق بين الشناوي مع المنتخب والشناوي مع الاهلي قال الكابتن طرق رأيه مهم نشوفه لعب اللي اشتغلت معه سنوات طويلة جدا محمد الشناوي عمل مباراة كبيرة وعظيمة النهاردة شفت المباراة زي واداء محمد الشناوي الشناوي النهاردة انا باعتبره هو رقم واحد في المباراة النهاردة الشناوي دايما توقيت الشناوي مظبوط قوي يعني بيطلع في توقيت كويس قوي قوي بيقفل كويس ودايما لما بيطلع اللاعب هو الشناوي خارج المرمى ما بيشوفوش هو الرجل بانفراد في لحظة المهاجم هو عشان يستلم ويدوس على الكورة ويمشي بيها ما بيبصش للحارس في توقيت الشناوي بيعمل ايه فاجعل ايه في وش بيلاقي في وشه فخلاص بيبقى الشناوي وصل احنا دايما بنتكلم بنقول ان المرمى عبارة عن مثلث قاعة المثلث خط المرمى وبيطلع دلعين بيطلع دلعين من القائم الأيمن وقائم الأيس بروح على مين على الكورة رأس المثلث انت لما بتوصل يا تابتن كريم لما بتوصل للكورة فانت وصلت لايه لرأس المثلث فاصبح ما فيش زاويتين خلاص الضلعين مقفولين فبتالي لما بتتشاط بتقبط في الشناوي صح 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 كنا دي كمان صعبة اه دي صعبة جدا صعبتها من المثلث ايوة برافو عليك بصت الراجل اللعب الكورة منين بينه وبين الكورة بينه وبين المخط المرمى تلاتة يرضى نص الست لو الشناوي هنا واخد اتنين تلاتة يرضى على القائم ما يلحقش دي ابدا صح لما الشناوي تمركزه كويس قوي يعنيه على الكورة كويس قوي يا كابتن كريم وللأداء الحرك بتاعه سريع وكمان الأداء الحرك بتعايده فالمسافة بين الكورة وبين الشناوي مش مكملة تلاتة يرضى فمن الشناوي يتعامل معها ويطلعها فده دي صد اذا ما اعتبر من صد صدات حاجات اعجازية فده بتعتمد على حاجات كتير قوي أداء اتسجابة ذهنية سريع جدا أداء حرك سريع جدا تمركز الشناوي كويس شكل التمركز كويس حاجات كتير قوي ما قبل التعامل مع الكورة لأن الحاجات دي ما قبل التعامل مع الكورة لو الحاجات دي مش متزبطة يبقى مش هتعامل معها هتبقى فيه صعوبة عليه أسألك سؤال بس دقوني بصراحة عشان بعض الناس كتابوها النهاردة على السوشن ميديا بس بكل وقت بكلمها اللي هو منطق الأهلي ومنتخب والكلام اللي محبش نسمعها وده بس أنا أولاك بسيغة تانية هل الشناوي تركيزه بيزيد قوي مع منتخب مصر ولو المباراة سهلة مع النادي الأهلي مش سهلة يعني مش نهاء أفاقيا ممكن التركيز يهل بص يا كابتن بشوف الشناوي بيلعب كم مباراة مع النادي الأهلي بيلعب حوالي 60 مباراة في السنة طب 60 مباراة لما يبقى عنده يعني بعض الأخطاء في 60 هو بيلعب كم مباراة مع المنتخب صح تشوف هنا النسبة وشوف النسبة أيوة إزبئ النسبة والتناسب طبعا يعني غيب 60 مباراة مع المنتخب في الفترة دا يا زي اللي بيلعب مع لها دي طبيعي 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 اللي بيعده ببعض الأخطاء طبعا إنما إنما أنا طبعا موضوع إن أنت بتلعب مع المنتخب فالشناوي أصلا كده كده تركيزه من يوم ما أنا عرفته لحد النهاردة واحد ما بتغيرش شخصية الشناوي أنا بكلم على الشخصية الشخصية دي بتاع كرة بس حلو جدا نرد بتحضيرك دا كابتن طاري مهم جدا لإنه النسبة والتناسبة دي مهمة جدا عشان الناس عطول تقول لك مع المنتخب بيلعب كزاوي مع الآله عشان الأمور أسه يعني ممكن الآله ما بيلعبش فرقة كبيرة طويل وقت شوف كده 34 مباراة في الدوري بيلعب منه مثلا 30 في السنة بطولة أفراقيا بيلعبه كمان 15 مباراة و30 قده 45 شوف يعني مباراة لو بيلعب في كاس العالم كاس مصر لو لو وصل نهائي بيلعبه 5 مباراة كمان فتبص تلاقي داخل في 50 60 مباراة في الموسم مع النادي الأهلي فشوف النسبة هنا قد إيه وشوف يعني عدد أخطاء اللي بيبقى فيه في 60 مباراة وشوف بيلعب مع المنتخب قد إيه المنتخب ما بيلعبش في السنة بتاقي ما بيكملش عشر مباراة صحيح بص بالإضافة إلى السبب ده طبعاً على المرشات الأهلي مش ستين ده احنا بنفتكر له أخطاء من سنتين فبتضاف بتراكم الأخطاء بشكل تراكمي اختباراته مع النادي الأهلي مؤكد هيبقى مثلاً بمئات المرات مقابل عشرات المرات مع المنتخب زايد أنا في رأيي في سبب وأنا بيديقني جداً وأرجو أن إحنا يعني مشوف نتخلص من السبب ده إزاي لأنه بتكبدنا حاجات كتير جداً إرجاع الكرة إلى الخلف وتحديداً إلى حرس المرمى أنت بتطلب منه في اختبار سريع زي الماتش الأخراني اللي شطها خبطت في إيد اللعيب ودخلت مرمى يعني لولا بأنها كانت واضحة قوي كان ممكن جداً وخلاص كله بقى عارف فكله بروح يضغط عليه بيدغط عليه وعمل يعني وارد إن كنت لما ترجع لي عشر كور في الماتش هتتكهرب واحدة واحدة مش هتبقى مريحة أو واحدة بطيئة أو واحدة مشتركة الباك اللي برجع عنده أمشنز كتير معرفش هل هو حاجة تكتكية يعني أرجو ما تكونش معظم الجوال اللي بتخش في الآلي تحديداً من كورب يا إما بترجع بالعرض يا مزباس يا بترجع لحارس المرمى قليلاً ما تبقى نتيجة ضغط نتيجة ألعاب تقليدية فإحنا وشوفنا كاس العامل اللي فات كان كلها جداً فالشناوي اختباراته مع الآلي طبعاً عشر أضعاف اختباراته مع المنتخد فموارد إن يحصل لما يغلط سبع تامن أخطاء مع النادي الأهلي في الموسم الناس حتتذكرهم والحطة برضو الناس بتتابع مطشات الأهلي بتوتر إحنا بكة أهلوية والقلبنا ما بيروقش بنمسك في الغلطة ونحفظها له يا عم تاني زي ما عملت مش عارف قدام إيه يعني نفتكر الحاجات الحلوة جداً 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 لكن هي النقطة الصحة إن نحن نجنب الحارس لاختبارات الرخمة قوي بتاع ترجيع الكورة إن نتيجة عدم نتيجة المشاركة الكتير نسبة تركيزه في بعض المبارات وتوالي المبارات هتبقى فيه نسبته في التركيز منتخب أنت بتلعب مطشات أقل على فترات متبعدة أنت رايح مع المتخب مهمة معددة تركيزك بيبقى كامل أو فيه ورغم كده أنت ما بتلعب مع الأهلي وارد وارد إن من 60 مبارات تركيزك في 3-4 مبارات يشحب يعني ده كان يمكن الفرق اللي قاله كابتن طارق سليمان فيما الفرق بين القفاز الدولي والقفاز المحلي مع محمد الشنان وسؤال نفسه بينك بجد أنا بحيبش نوع ده من الأسئلة لكنه هي ملاحظة لأنه هي في النهاية بتاعك اسرائي الجمهور لأنه فعلا الجمهور لما بيقارن بيبقى مهم جدا تباله الصورة إيه الفرق بحي طارق سليمان إنه هو فعلا فكرة النسبة والتناسف فيما بين مرشاته الدولية ومرشاته المحلية دي نقطة تأخذ في الاعتبار ورد منطقي جدا هنا نطلع لفاصل وبعض الفاصل شهادات تانية مهمة عن صاحب القفاز الزهدي شهادات تانية مهمة 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 شهادات تانية مهمة